سالم وقطر عاوزك ترد علي فيها وحشني وكل الناس اللي عندك وحشني وان شاء الله شوفك على خير قريب انا بسلم عليك بالفيديو ده واسلم طبعا على صحبي وقوية وحبيبي عماد النحاس واتمنى لكم التوفيق في الحلقة عماد من اعز وحب الناس ليه ولعيب كان لاعب يعني يتقل فيه كلام كتير جدا جدا انما هنتكلم على شخصية وجدعانة ورجولة عماد نادر ان الواحد يقابلها في الكرة يعني عماد يستحق كل خير وتقدير وان شاء الله شوفه دايما متقلب كده بإذن الله في حياته التدريبية وفي تجارب التدريبية ان شاء الله الفترة اللي جاية عماد مكتهد واستحق كل خير حبيت اسلم عليكم ولكم ان شاء الله اشوفكم على خير والتوفيق ليكم والتوفيق والناس استمتع ان شاء الله بالحلقة بتاعدكم مع بعض بإذن الله بتقولوا ايه الواقع الجمعان احنا مستنيوا ان شاء الله وماينزل في حلقة معك كابتن واقع هو طبعا يعني عبارته زي بركات لخص الكلام يعني حالة الحب اللي كانت موجودة في الجيل بتاعنا بتبان دلوقتي يعني احنا من فترة كبيرة اب متواصلين مع بعض وبينكلم بعض على طول باستمرار لكن حاليا المفتقدين بعض برضو يعني اكيد السفر والغربة لكن واقع من اقوى الناس والشخصية اللي موجودة في الملعب اضافة كبيرة للنادي الاهل والمتخب مصر مشوار كبير والعلاقة الحمدلله الطيبة اللي ما بيننا وعلاقة الحب والاحترام الكبيرة اللي ما بيننا كجيل الجيل ده الحمدلله فضل ربنا حققتك كم بطولة مع النادي الاهل في الفترة الزمانية التي فيها في النادي الاهل غالبا يعني مش عارف ستاشر او سبعتاشر ستاشر انت كنت اخدت قرارك خلاص وقرارك راجع فيه وهل انت شفت ان القرار ده هو ده الصواب صح مصبوط انما ما كنتش راضي عن مشوارك مع المنتخب كنت عاوز تده اكتر من كده كان نفسي طبعا طيب انا هاجي بقى هنا وحاولك عماد نحاس والعمل اداري احيانا بعد ما الانسان او اللعيب الكورة اللي هو لعب فترات طويلة وجيبي بطل بيحصل عنده شوية كده ايه حاجات بتخش بعض يعني انا هشتغل في التدريب ولا هشتغل اداري ولا هشتغل اعلامي ولا هشتغل شغل خاص ولا هشتغل موظف في حاجات كثيرة بتدور فيها انت بالنسبة لك اللي فكرت فيه انت زي قلت لتلوقتي انه ديالك انا سملك خطة تمشي عليه اللي هو الادارة بس قبل ما تخشش على الادارة احنا معنا احمد ناجي هنشوف هيقولك ايه ونرجع نكمل مشوارنا في الادارة